اشتركوا في القناة تريد عراقا قويا غير تابع لأي دولة ويسعى لاستقرار دائم في المنطقة لكن ما حدث لم يكن في الحسبان وعند انتهاء ضريف من لقاءاته في الساعة الثالثة عصرا دوت صافرات الانذار من داخل السفرة الامريكية منذرة بسقوط عدد من القذائف في محيطها انطلاقا من منطقة الزوية بالكرادة التي تقابل المنطقة الخضراء عبر نهر دجلة لتعود ما يسمى بخلايا الكاتيوشا الى العمل من جديد لتقويض عمل الدولة التي يعمل الكاظمي على فرض هيبتها بالقانون الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللوائح رسول خرج في بيان عاجل وفوري اكد فيه ان الكاظمية وجه بتكثيف الجهد الاستخباري للتوصل الى مطلقي الصواريخ وتقديمهم للقضاء الامر الذي استدعى السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هايكي الى تغريدة غاضبة شدد فيها على ان الخطوة الاساسية الاولى لبناء عراق قوي تكمن في انهاء الدعم الخارجي للجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة في اشارة للدعم الايراني الذي تتلقاه بعض الفصائل من يريد الخير للعراق لا يعمل على احراجه امام المجتمع الدولي في وقت هو في امس الحاجة لدعمه فضبط السلاح المنفلت والترويض الجماعات الخارجة عن القانون ملفان سيكونان في اولويات عمل الكاظمي ولو تطلب ذلك مساعدة الاشقاء والاصدقاء والحلفاء اشتركوا في القناة